نذهب إلى لندن ومنها ينضم إلينا سيد أكرم عطالة الباحث في الشأن الإسرائيلي سيد أكرم يعني لعلك استمعت إلى بعض من قاله زميلنا محمد الدعور الذي تحدث عن أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن جهود الوساطة لتثبيت وقف إطلاق النار وذلك طبعا بعد أن قام بعملياته في غزة يعني ماذا يريد الاحتلال الإسرائيلي من وراء هذه الانتهاكات ثم يعقب بعد ذلك مباشرة بالحديث عن جهود الوساط يعني سأل خير لكم ولجميع السيدات والسادة والمشاهدين هو إسرائيل ضربت ضربتها يعني كانت ضربة غير عادية حققت أكثر من مسألة فيها المسألة الأولى أنه قالت أن الإسرائيل لدى الطولة بعد فترة من الوقت خلال الأسابيع الماضية كان هناك انطباع بأنه في نوع من تآكل قوة الردع الإسرائيلية كان الجميع يتحدث به هذا تعزز من خلال جرؤة الفصائل الفلسطينية على ضرب إسرائيل بمعنى أنه من لبنان جاءت صواريخ تحملت مسؤولية التفاصيل الفلسطينية من قطع غزة كان هناك صواريخ من هنا من الضفة الغربية من قدس بمعنى أنه هناك أكثر جرأة وبالتالي أرادت إسرائيل منذ فترة تفكر بكيفية استعادة قوة الردع كانت تنتظر يعني أن تثبت أنها هي الأقوى وهي قادرة وتستعيد زمام الأمور جاءت حادثة الشهيد الجهاد الإسلامي في السجن خضر عدنان ولتالي هذه إسرائيل لم تكن مهيئة لذلك ولم يكن باستطاعتها أن تضرب بأكثر لأن حينها ستكون كأنها تحملت مسؤولية طبيعة بداية المعركة لم تكن تؤهل إسرائيل الذهاب بعيدا من استعادة قوة الردع رأينا ماذا حصل ضربت ضربات في قطاع غزة الفصائل تجرأت على ضرب إسرائيل وبالتالي انتهت المعركة كما رأينا معركة الأسبوع الماضي على معركة مفتوحة كانت تماهد لمعركة مفتوحة بدت إسرائيل وكان هناك أراءة تقول أن إسرائيل التي تريد استعادة قوة الردع ضربت قطاع غزة ضربت خفيفة الانطباع كأن إسرائيل فقدت أكثر قوة الردع لم تستطع أن تضرب أكثر كانت تخشى من معركة أكبر مع قطاع غزة وبالتالي كانت تضرب بحدود معينة حتى لا تندفع الأمور ضعفت إسرائيل أكثر لكنها كانت تنهي معركة لتخطط لمعركة لأن إسرائيل تبدأ معركها وهي تخطط الآن هي تتجهز لمعركة ما يحدث في إسرائيل المدن الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة أخليت مدن أشباح الجيش الإسرائيلي اختفى الملاجئ فتحت بطاريات القبة الحديدية نصبت حتى تل أبيب بمعنى إسرائيل تدرك أن الفصائل الفلسطينية لأنه في معركة عبد أصابع بين الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل من يضرب من له اليد العليا من مردوع أكثر من الآخر من يخشى الآخر هذا نشأ بعد حكومة نتنياهو بعد الطرابات الداخلية في إسرائيل وتأكل قوة الردى التي تحدث عنها بمعنى أنه نشأت نوع من معركة عبد الأصابع ومن له اليد الطولة إسرائيل الآن تشعر أن الفصائل وجهت لها ضربة كبيرة صحيح أنه بالجهاد الإسلامي هو ثلاثة من أهم قيادات الجهاد الإسلامي العسكرية وهي ضربة كبيرة لحركة الجهاد الإسلامي لكن إسرائيل هي تقصد حماس وتقصد أيضا حزب الله وتقصد كل من يشعرون بأنه تآكلت قوة الردع الإسرائيلية الآن إذا وضعت الفصائل في وضع حرج شديد أنه إذا ردت الفصائل وممكن أن تكون نتيجة المعركة هي من تحدد من مردوع أكثر من الآخر كيف ستنتهي؟ إذا لم ترد الفصائل هذا يعني أنه قوة الردع الإسرائيلية استعادتها بضربة من هذا النوع هذه هي ضربة كبيرة استعادت قوة الردع الإسرائيلية بضربة واحدة وعلى الصعيد الداخل الإسرائيلي من تبع ردود الفعل الإسرائيلية جانتس يائير لبيد ليس فقط أعادة الالتفاف حول نتنياهو وحزب الليكود في داخل الحكومة الإسرائيلية بمعنى أنه بنكفير بارك والتف حول الحكومة وأعلن انتهاء مقاطعته للحكومة الإسرائيلية هذا يعني أنه أعيد تشديد الحكومة الإسرائيلية بعد أن كانت تعرضت لخطر خلال أيام الماضية بعد الصواريخ من قطع غزة وكان هناك حديث أنه واحد من السنوريات قد تسقط الحكومة لأنه بنكفير قاطع ولم يرد على المحادثات الهاتفية بنكفير اليوم الليلة منذ الليلة أعلن ولاءه وعودته وانهاء كل إجراءاته يائير لبيد أيضا قال الرد في المكان والزمان المناسب هو طريقتنا للتعاطي مع الإرهاب بني جينتس يعني بارك والتف وقال نقف خلف الحكومة بمعنى أنه هناك إجماع شديد تمكن ناتنياهو من يعني عشر عصافير ممكن قول بحجر واحد بهذه الضربة لكن هل هذه انتهت؟ أنا أظن أنه لأول مرة الفصائل الفلسطينية تصمت يعني لا تقوم بردة الفعل السريعة وهذا ربما هو شيء جديد وشيء يعكس جدية أكثر لدى الفصائل بقراءة اللحظة السياسية وبقراءة فعلها فعل سيكون مدروس أو ردة فعل عفوا ستكون مدروسة وليس ردة فعل عاطفية لحظية تنتهي وينتهي الوسطاء وإن كانت تتمنى إسرائيل ذلك ترجمة نانسي قنقر